بعد نوش كان يدخل عم رابح عامه الخامس بلا نوم أرق استثنائي لم تنته أو لم تنهيه الأدوية وجعلته يحلم بالنوم ولو ساعة في الشهر فنكتشف هذه القصة في تقرير تالي رابح قصة تدولها الناس بقرية برج علي ببلدية سطارة غريبة هي القصة لرجل لم ينم منذ خمس سنوات خلت ومازال حي يرزق منذ خمس سنوات كي يلحق الجانب فيه فيه وسبعت عشر يعد عمدي خمس سنوات لما أنا في دين ما مع بعض ساعة أو لمساعة أو خمس دقائق ما كانش والعطيب بعزه لا بروفيسور لا وده دواوث مجمع الأدوية استعملتها نفعر بسبحانه كنجير سكانار ولا ريالان بكل راسك صافي حالة استثنائية وقف الأطباء حي لها عاجزين وكل الأدوية التي استقدمت حتى من خارج الوطن عجزت هي الأخرى في أن تربط الرجل بوسادته لحظة وحيدة أرق بعمر خمس سنوات ولم يزل رابح رب بيت غير مقصر في حق أسرته أما أمله فساعة من النوم في الشهر تكفيه في شهر جنف البقبل سيبلغ الأرق عمره الخامس وسيبلغ رابح عامه السادس والخمسين وما زال عم رابح صابرا ينتظر من يخرجه من مأساته ويقيم صلحه مع وسادة صارت أكبر أحلامه ختموا النشرة شكرا لكم كرم الإسرائي والمتابعتاتكم أخبار رياضة بعد قليل شكرا لكم